عايزين بقى هنا الكرات السابتى لو كان معنا حتى كرة سابتى السافيو ضيعها في الشوت الاول لو معنا نقدر نعرضها هنا الكرة السابتى فلو نرجع بقى على لقطة قبل تنفيذ علي معلول. يعني اللقطة القبل تنفيذ علي معلول اللقطة دي هباين عبدالمايني案 بيعمل ايه؟ هو رقم 8 قبل التنفيذ اه هنا نقف بقى هنا نقف هنا نقف هنا. قاله روح اه ارجع ارجع تاني. عبدالمينام وفيه حتى واحدة في شوت الاول بالزبط. بالضبط. قال له روح عبد المنعم هنا بنعمل رقم 8. دي في تدريب الكرات السابقة في حاجة اسمها رقم 8. ان انت تعمل ايه؟ تودي اثنين لعيبة واحد على الآيم القريب واحد على الآيم البعيد. عشان ده دايما بيخل خط الدفاع وبيخل الدفاع يتشتت ما بين الآيم القريب والآيم البعيد. هنا عبد المنعم لو شفنا هردل ايه راح على الآيم القريب وفيه لعيب تاني راح على الآيم البعيد. لو كان حسام حسن نعرض اللقطة. يلا. كملها بقى. كملها. بص بص هيزاقه روحينيسا. وهو هنا في اتفاق ان عبد المنعم بيروح هاي رقم 8 هيه ان العيب موجود على الجانب الآيم القريب واحد على الجانب الآيم البعيد. فيه كرة في الشوت الاول اتطبقت بنفس الاسلوب ده. فواضح ان هو اسلوب متضربين عليه في الكرات السابقة. وحتى مباراة في تونس مباراة تكون مقفلة. والفرقة له صادق متوقعة ان انت هتدافع هلنها هتدافع فانت محتاج الكرات السابقة. فكان التدريب على الكرات السابقة واضح. وده كان واضح في التدريبات وحتى لو معنا اللقطة دي هتبين اكتر. لقطة سافيو. اه سافيو. لو معنا جماعة لقطة سافيو. اه المخلف في الشوت الاول. الهد العمل. في 26 تعليما حاك. والحالي الصداء. اه بزرق. 26 في 26. كان نفس التحرك برضه من عبد المنعم وحرك سافيو على الايم البعيد. وهو راحل على الايم القريب وتلعبت حتى عند سافيو على الايم البعيد. ففي جملة حصلت وده يدل ان فيه شغل على الكرات السابقة من بداية عمل مرسل كلب. صح. بزرق. مشهد مكرر ومشهد رائع. يعني انا احب ايه؟ المدرب اللي يبقى عنده زي ما يقوله امارة. فده عنده امارة ومرة الف. انا ده ما بقوله كل يوم. هو لا حكم انه هو مدرب كويس ولا حكم انه هو مدرب وحش. ديسة بدري. ممكن دي تبقى مباراة ستسنائية. طبعا. عملها الاهلي كويس. ممكن بكرة يلعب مباراة مش كويس. فما حدش يقولك ايه بانتو مش كنت ريست بتقول علي كويس. احنا بنحل المباراة. فالمباراة بتقول انه هو عنده امارات. الامارات دي خلينا نشوفها الفتر اللي جاهد. خلينا نقولك بس حاجة بمناسبة الامارات. يعني الجمهار النادي الاهلي. انت عشان تحكم على مدرب في امارتين. اه. يعني اتواجده في المدرب. انت كده ممكن تطمن او تبني انه هو ممكن يكون مدرب عنده عالية. صويس. سلوب الضغط واستعادة الكورة. وسلوب البناء من الخلف. سلوب البناء من الخلف بالنسبة النادي الاهلي. كان مثالي في مباراة الاتحاد. ما كانش فيه اخطاء وكان فيه منهج واضح للخروج بالكورة. ودي حاجة مهمة جدا. والحاجة التانية كان استخلاص الكورة. كان الاهلي اول ما بتقطع منه الكورة. كان بيبقى فيه كونتر بريس وبيقطع الكورة بسرعة. ودي حاجة مهمة جدا وحاجات تكتكية ظهرت في.